مراقب بالكاميرات لكنه لا يخضع لمراقبة وصيانة لما يشهده من تكسر وتصدع في أرضيته شارع مادبة وعند منطقة الطيبة وخريبت السوق المارون عبره ومن يمكث قربه قالوا إن الطريق منذ سنوات عجاف وحال الإسفلت فيه متردية وبحاجة إلى تأهيل صالوا خمس سنوات لا نائب طال عليه ولا أي بشر من البشر طالين عليه طب يجوا شوفوا الشارع أكثر من حالة وفاة صارت في الشارع هذا وكل سكان المنطقة بتشهد على هذا الإشي فأحنا بنتمنى على المسؤولين زيارة هذا الشارع الموقع جنوب عمان والاهتمام بهذا الشارع الرئيسي لأنه بيربط اللي جاي من الطفيل اللي جاي من معاني اللي جاي من العقبة اللي جاي من مادبة بيجي عن طريق هذا الشارع لوسط عمان فمنتمنى من إشارة خربة السوق لأسجنة جويدة هذا الشارع طبعا مدمر نهائيا وزي ما انت شايف زي الدرج لما واحد بشوف جورة أو مطب بدي زيحة يمينة أو شمال يا بدي يدهاس واحد يا بدي يطلع فوق الرصيف يا بدي يخبط في السيارات اللي في جنبه فصدقا الشوارع جدا سيئة وأحيانا بالنهار بتكون إنارتها مضوية بالليل بتكون عتمة يعني اللي إنارة سيارته مش كويسة صدقا وغشيم عن المنطقة يا بدي يخبط بدي يخبط في أي إشي يا بدي يدعس حدا يا أما بدي يخبط في السيارات اللي قدامه أو بدي يخبط وقوف مفاجئ والسيارات اللي وراه يخبط فيه يتسبب بأعطال في مركباتهم عدا عن حوادث السير اللامتناهية وحالات الدهس المميتة السيارة تكسرت يعني من جيب السيارة أربعة جيدة ولا جيد صار فيها وشارع يعني من نمرق عليه طلع الشارع مكسر صلوه حوالي ست سنين خمس سنين مكسر التكسير اللي بيصير في السيارات على التخبيط وعالدهس وعالحوادث السير أكثر من حال السير يصير في الشارع هذا وعطوله يعني مش بس المنطقة هاي بمد لازيزة ولا لأبعد وشارع مادة بشكل عام فيعني يريد تيأخذوا جميع الإجراءات إنهم يسووا طريق حيوي يربط ما بين عاصمة المملكة وجنوبها ويعاني سالكوه خوفا وهلعا جراء عبوره ويتساءلون متى يسمع صوتنا بعد أن نادينا الجهات المختصة كثيرا ترجمة نانسي قنقر